طيب عندي حاجة كتير قوي بس هيا فيه ايه موضوع من لا موضوع زيرو موضوع من لا موضوع دايما تبقى من الحاجات الغريبة شوية ماتش القمة نتلعب ويعني بما فيه بقى من أداء فني الحقيقة هنا عملت شعر في التحكيم وعن قناعة وعن قناعة انه الادارة التحكيمية لهذا اللقاء كانت من من أفضل ما شاهدنا ورأينا من حيث انه دا تقنى تحكيم مصري ومن حيث ان دي مباراة قبل ف قناعتنا كانت كده وكلامنا كان في هذا الاتجاه انه الأداء التحكيمي كان أداء مميز هقوم مرة أشوف حد بيجيب جون في نفسه مش جون بيجيب داستة جوال في نفسه كابتن محمد عادل حكم المباراة أنا نفسي أشدت بيه بشكل كبير جداً في مباراة القرمان كابتن محمد عادل له تصريحات النهار دا قالها تصريحات إن وصفناها لكي أكون يعني وأخفف وطقتها يعني إلى أكبر قدر ممكن هي تصريحات غريبة وغير موفقة على الإطلاق بالمناسبة أنا لست ضد ظهور الحكام إعلامياً من قبيل التكريم عشان أرسي مبدأ عشان هي دي قناعاتي على فكرة أنا مش ضد دا خالص ولكني أنا دائماً مع اللائحة والأعراف والأصول المتعلقة بأنه لا حكم يتحدث عن أمور فنية تخص اللقاء في الإعلام إطلاق إنما أدي لك عنوين ماشي شكراً بشكركم على الثقة على التواجد على كذا بشكر الفريقين بشكر كذا مباركة نتكذا شكراً سلام عليكم عليكم السلام دا اللي عهدناه طول الوقت في أي تحكيم في الدنيا أي تحكيم في الدنيا إنه لو حيبقى في حديث للإعلام من قبيل التكريم لا مانع ولكنه إنه ما يكونش في تطرق من الحكم للحالات اللي حسبها أنا حيأول مرة أشوفها محمد قالت كلم في كل الحالات اللي حتقريباً نحكمها برضو كل دا برضو ما فيش مشكلة لأن طبع حصل تضارب ما بين وهو اللي عام كده في نفسه محش عملها يعني لأنه حصل تضارب ما بين رؤيته في احتسابه اللي ضربت الجزاء بتاعتنادي الزمالك ورؤية رئيس لاجنة الحكام نفسها اللي قالها معانا كابتنة عصام عبدالفتاح لأنه الراجل قالك إنه الكرة دي كابتنة عصام فتاح قالت دي شد من حمدي فتحي فبقاً لأ دا هي الفاول على أصلاً علي معلول فتخلقت حالة من الجدل من العدم شاهد من العدم برضو مش كل دا مش يعني مش هده الموقف مش هي دي أعظم حاجة في الموضوع يعني أو أغرب حاجة بالنسبة لي أنا هو فكرة حديثه عن إنه أصعب فترات اللقاء بالنسبة له هي بعد ما النادي الآله كان كسبان ثلاثة وشاهد توطر لعبي لعبي الزبالك فبدأ يتكلم مع الطاقم المساعد وقلوه ما جماعة دا وقت الإدارة ولابد أن نحتوي اللاعبين وأنا الحقيقة ما عرفش هل في أدوار جديدة حصلت للحكام إحنا ما نعرفهاش يعني يمارسوا أدواراً من قبيل الاحتواء مثلاً إحنا ما نعرفهاش في الكرة واللي هو بيحكم بالقانون وبالصفارة كلمة احتواء فتحت باب النار بلا أي داعي مش أي يعني كما لو إنك بتقول والله أنا كنت شاف قدامي قرارات بس القرارات ديت أنا كنت شاف لعيبة الزمالك متوترة من النتيجة فكنت بحتوي لعيبة الزمالك علشان خطر التوتر اللي فيهم وهو بكلامه بيقول فحده ياخد كارتف كارتف ياخد كارتة أحمر طب وعلا إحنا كنا عايزين نحتوي وإنه نخلص المباراة مش لبر الأمان هو قال إن أنا ما بحبش الكلمة دي إنما نعدي المباراة بالشكل الأفضل الحياة دي أغرب تصريحات ممكن أشوفها في العالم اللي حكم بعد مباراة كل الناس قالت عنها كويسة فهو قرر إنه هو يقول للناس اللي قالوا إنه المباراة دي كانت كويسة أنا آسف يا جماعة في كواليس انتم ما تعرفوهاش الشادة ديت ما كانتش من حمد فتحي دي كانت من علي معلول فأنا بكلمكم في القرارات بتاعتي اللي تختلف عن قرار لجنة الحكام فأنا آسف يا جماعة النتيجة بتاعت التلاتة سفر النتيجة ديت هي اللي خلتنا نحتوي اللعيبة فالناس راحت رجعت للمباراة فقالت آه طب الله ده هنا بقى كان فيه طرد لزيزو وكان المفروض يبقى فيه طرد لطرق حمد ودخلنا في فيلم هندي ملوش أي داعي ملوش أي عايزة يعني ملوش أي عايزة فأنا دي يسخن جمهور الآيلي من هنا وجمهور الزمالك مش هيعجبوا الرد لأنه كما لو إن انت بتقول إن انت وقفت جنب الزمالك في المباراة من قبيل الاحتواء كلام 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 ملوش لازمة ملوش لازمة ملوش لازمة تاني أمش ضد إن احنا الحكام يتم تكرمهم بالحديث عن العنوين العامة قدرتهم على تحكيم مباراة القمة لكن إنك تاخد الموضوع وتاخدنا كلنا في سكة ملهاش أي هدف بكلام لم يكن محسوبا على الإطلاق دا كلام مش كلام محسوب قد بالك دا كلام مش محسوب فشوف بقى اللي عمله الكابتن محمد عادل شكل على نفسه ضغط وشبح هو اللي صنعه حيطرده لحد ما يبطل تحكيمه هيفضل حاطة نفسه في موقف لما يحكم موطشاط النادي الأهلي والأهلي يعني مش متقدم أو في المباراة دي متأخر بأهداف فاللعيبة بتاعته متأترة فورينا لح تقف تاخد قرار إزاي بقى إنك تطرد لعيبة ولا تديله أخضر ولا تديله أصفر فأصفر فأحمر وورينا لح تاخد قرار إزاي دا إزاي شكل على نفسه ضغط لإنه أولا ما هيعمل كده جمهور النادي اللي قال له الأخبار اللي احتوى إيه محتودش اللعيبة ليه طب النتيجة هم كانوا متأخرين حتى على نفسه ضغط ملوش أي لازمة كل المتشاط اللي جاي الحد ما يبطل الكابتل محمد الحد ما يبطل تحكيم هيفضل حاطت على نفسه ضغط التصريحات اللي هو قالها ليه ماتش خلص حلو جيم كورة حلو وناس بسطت بي وبيغض نتكلم بالصورة الأعمة وأشمل احنا سوء حدق جدا بالتحكيم المصري والغريب بقى في الموضوع إنه الإعلام كله وقف الإعلام كله وقف صف واحد بيهني التحكيم المصري وسعيد بيهم فنقوم احنا بقى نعمل ايه نقوم نلف خلاص احنا خلاص ماتش خلص ماتش خلص وكل حلو قوي قوي نقوم احنا نلف ونقول للناس والله كل الكلام اللي انتو قلتوه ده بنلوه وشربه ميته ميته في كلام بقى انتو متعرفهوش هيعمل بقى شوات شغلة حلوية طيب نتيجة ده ايه اصبح لدى جمهور النادي الاهلي حالة من حالات الغضب العارم يعني ايه تحتوي اللعيبة مش دورك ومش دوره فعلا مش دوره ايه حاكم في الدور بعدين يقولك بدأت اقول للطاقم المساعد ها دي برضو الحاجة اللي انا وقفت عندها للطاقم بدأت اقول لهم يا جماعة ده وقت الادارة طب اذا كان ده وقت الادارة بالنسبة لك انت طب هما بالنسبة لهم ايه يعني يعني شوفوا يعني وقت الادارة بالنسبة لهم هعملوا ايه هما لا فيه مصفر في ايدي مصفر ولا احر فوقت الادارة بالنسبة لهم لما يشوف تسلل حيقوله يعني يعني هتقول لهم وقت رايعملوا ايه يعني مش هما اللي بيحكموا انت اللي بتحكم وهم كل الحاجات اللي حياخدوها ما فيهاش تقدير ده تسلل مش تسلل خلصت القصة فانت بتقول لهم ايه هي كلها هتروح في السكة دي خد بالك ما هي راحت في السكة دي ما هو ده كلام الناس فقدانا جمهور الاهلي غضبان جدا ومش دورك انك تحتوي الناس وبدأوا يجيبوا اللقطات وبدأوا يجيبوا الحاجات فبقى شوف بقى الكرة دي كانت المفروض تتحكم ازاي متحكمتش كده انت كنت بتحتوي ولا ايه الاخبار طب بدأوا يجيبوا الكرة ديت ودي كذا ودي كذا ودي كذا طب ده جمهور الاهلي على الجانب الاخر مجلس ادارة النادي الاهلي نهار ده راح منزل بيان قال لك ايه ده شوف قدام سياتكاو على الشاشة ربها لنا يا شباب اكتر قال لك الاهل يدرس اتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم المباراة قال لها ايه لازمتها ادي عندك جمهور غبان ومجلس ادارة بيدرس اتخاذ القرارات وبياناته وبتاعه ودخلتنا في موضوع ناحية تانية الزمالك جمهور الزمالك مش راضي باللي بيقوله حكم المباراة كما لو انك بتقول والله ان انا كنت بحاول احتوي لعيبة نادي الزمالك يا عم انت مش قصتك ما تبطبش على حد مش قصتك فجمهور نادي الزمالكش عاجبه انت حسستين انت بتجاملنا ليه ما تجاملناش يا عم احنا محدش جاملنا بتجاملنا ليه بتقول كده ليه ايه اللي انت عايز تقوله في كده ليه الكلمة دي اصلا كلمة غير موفقة اقل ما يقال عنا انه غير موفقة فاصبح جمهور الزمالك واحد بيقول كلام فالتاني بيقوله عم انت ما تجاملتش عم ما حدش جيه عمليش حاجة ليه بتقول كده طيب مجلس دارة نادي الزمالك تصريحات بردود ما حدش جاملنا وحاكم المباراة الكلام غريب واحنا ما حدش جاملنا في المباراة طيب قدي المشهد بالكامل هيخلق لنا حالة من حالات ايه بقى التشكيك مرة اخرى بعد ما كنا قفلنا الصفحة اخيل كنا قفلنا الصفحة ومبسطين بيهم جدا وصعداء بيهم جدا والدنيا تمام فوصلنا لمرحلة ان احنا بنقول ايه بالضبط جدا حالة التشكيك اللي بتبقى عند الناس اول مرة اشوف اول مرة اول مرة اول مرة اشوف صناعتها بالشكل ده صناعة غريبة جدا دايما طول الوقت اشوف الحاكم يعمله وحش والاستوديات تحليلية والبرامج والمحللين والمحللين التحكيم يتكلموا علاقات بعينها فحاكم المباراة يبقى عنده رؤية معينة وزوايا معينة فيعاني من كتر ما هو حسن انه تظلم فيطلع يتكلم فيحسنه الصورة فبعد ما الصورة ما كانت سيئة نوعا ما تبقى افضل نوعا ما لكن اول مرة اشوف صورة حلوة اوي 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 وحنا جايبين عليها تراب وراملة واهلنا عليها وبوزنا الدنيا وشخبطنا عليها وهنحتاج وقت ان احنا نصلح 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 الكلام وان احنا نوضح الكلام نوعب بقى يبقى دورنا بقى بعد كده ان احنا نوضح اللي متوضحش ونحسن اللي متحسنش وندخل في نوبة وصراع ودايرة ملهاش اي كان داعي من الاول اللي بقوله ده الحقيقة اشفاقا مش على الكابتن محمد عادل لانه هو يتحمل تصرحاته كاملة فيما تبقى من عمره التحكيمة وانما اشفاقا على باقي الحكام ايضا في المباريات المقبلة واللي احنا كنا بنتمنى ان شاء الله يعني نتمنى واتمنى انه ده ما يعني ما يزع زعش افكارنا وافكار لجنة الحكام برقاسة المحترب الكابتن اصام عبد الفتاح في انه بقى عندنا تحكيم مصري واظن انه اللي تعلمناه واللي عرفناه دايما في التصرحات داعت للحكام ان هي تكون بعنوين وليست بالحديث عن لقطات بعينها ولا تحليلها وبالتالي احنا في مشهد دلوقتي صعب جدا بلا اي ذاعة